رسالة يوحنى الرسول الأولى الفصل الأول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي تأملناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة قد ظهرت ورأيناها ونشهد لها ونبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وظهرت لنا إن الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لتكون لكم أنتم أيضا شركة معنا وشركتنا نحن إنما هي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم بهذا ليكون فرحنا كاملا وهذه هي البشرى التي سمعناها منه ونخبركم بها إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة فإننا نكذب ولا نعمل بالحق ولكن إن سلكنا في النور كما إنه هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إن قلنا إنه لا خطية لنا نضل أنفسنا وليس الحق فينا وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل فيغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إسم وإن قلنا إننا لم نخطئ نكون كمن يكذبه وليست كلمته فينا رسالة يوحن الرسول الأولى الفصل الثاني يا أبنائي إني أكتب إليكم بهذا لكي لا تخطئوا ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفي عند الآب سوع المسيح البار وهو كفار عن خطايانا وليس عن خطايانا فقط بل عن خطايا العالم كله أيضا وبهذا نعلم أننا نعرفه إذا حفظنا وصاياه فمن قال إني أعرفه وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه وأما من حفظ كلمته ففيه حقا قد كملت محبة الله وبهذا نعلم أننا فيه من قال إنه ثابت فيه وجب عليه أن يسلك هو أيضا كما سلك هو أيها الأحباء لست أكتب إليكم بوصية جديدة بل بوصية قديمة كانت لكم من البدء وهذه الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها ومع ذلك فإني أكتب إليكم بوصية جديدة وذلك ما يصدق فيه وفيكم إذ أن الظلم الزائلا وأن النور الحقيقي يضيء الآن من قال إنه في النور وهو يبغد أخاه فهو بعد في الظلمة من أحب أخاه فهو ثابت في النور وفي هذا لا داعي للعثار وأما من أبغد أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يدري أين يذهب لأن الظلمة قد أعمت عينيه أكتب إليكم أيها الأبناء لأن خطاياكم قد غفرت لكم من أجل اسمه أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم تعرفون الذي من البدء أكتب إليكم أيها الفتيان لأنكم قد غلبتم الشرير كتبت إليكم أيها الأبناء لأنكم تعرفون الآب كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم تعرفون الذي من البدء كتبت إليكم أيها الفتيان لأنكم أقوياء ولأن كلمة الله سابت فيكم وقد غلبتم الشرير لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجزد وشهوة العيون والفخر بمتاع الحياة ليس من الآب بل من العالم والعالم يزول وشهوته أيضا وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أيها الأبناء إنها الساعة الأخيرة وكما سمعتم بأن المسيح الضد سيأتي فقد قام الآن مسحاق الضاد كثيرون من هذا نعلم أنها الساعة الأخيرة إنهم منا خرجوا ولكن لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا وإنما خرجوا ليتبين أنهم ليسوا جميعا منا أما أنتم فإن لكم مسحة من القدوس وعند جميعكم علم لم أكتب إليكم لأنكم لا تعرفون الحق فلأنكم تعرفونه وتعرفون بأن كل كذب ليس من الحق من هو إذن الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح ذلك هو المسيح الضد الذي ينكر الآب والإبن كل من ينكر الإبن فليس له الآب ومن يعترف بالإبن فله الآب أيضا أما أنتم فليثبت فيكم ما سمعتموه من البدن فإن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدن تثبتون أنتم أيضا في الإبن وفي الآب وهذا هو الوعد الذي وعدنا به هو نفسه الحياة الأبدية قد كتبت إليكم هذا بشأن الذين يطلونكم وأما أنتم فإن المسحة التي نلتموها منه تثبت فيكم ولا حاجة لكم أن يعلمكم أحد بل كما أن مسحته تعلمكم كل شيء وهي حق وليست كذبا هكذا ثبتوا فيه كما علمتكم والآن أيها الأبناء ثبتوا فيه حتى إذا ما ظهر تكون لنا الثقة ولا نخجل منه عند مجيئه إن علمتم أنه بار فاعلموا أيضا أن كل من يصنع البر مولود منه رسالة يحنى الرسول الأولى الفصل الثالث انظروا أي محبة منحنا الآب حتى ندعى أبناء الله ونحن كذلك من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لم يعرفه أيها الأحباء نحن الآن أبناء الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكننا نعلم أنه إذا ما ظهر سنكون مثله لأننا سنعينه كما هو وكل من له هذا الرجاء فيه يطهر نفسه كما أنه هو طاهر كل من يفعل الخطيئة يتعدى الشريعة فالخطيئة هي تعدي الشريعة وتعلمون أن ذاك ظهر لكي يرفع الخطايا وأنه لا خطيئة فيه كل من يثبت فيه لا يخطئ وكل من يخطئ لم يره ولم يعرفه أيها الأبناء لا يدلكم أحد من يعمل البر فهو بار كما أن ذاك بار ومن يعمل الخطيئة فهو من إبليس لأن إبليس يخطئ منذ البدء من أجل هذا ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطيئة لأن سرع الله ثابت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله بهذا يظهر أبناء الله وأبناء إبليس كل من لا يعمل البر ليس من الله وكذلك أيضا من لا يحب أخاه لأن هذه هي البشرى التي سمعتموها من البدء أن يحب بعضنا بعض ولا نكون مثل القاين الذي كان من الشرير فذبح أخاه ولماذا ذبحه لأن أعماله كانت شريرا وأما أعمال أخيه فكانت ضارا لا تتعجبوا أيها الإخوة إن كان العالم يبغدكم فنحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب يبقى في الموت كل من يبغد أخاه فهو قاتل وتعلمون أن كل قاتل ليست له حياة أبدي ثابتة فيه بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك قد بذل نفسه لأجلنا فيجب علينا نحن أيضا أن نبذل نفوسنا لأجل الإخوة وأما من كانت له خيرات العالم ورأى أخاه في حاجة وأغلط أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه فيا أيها الأبناء لنحبنا لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وبهذا نعرف أننا من الحق ونقنع قلوبنا أمامه إذا ما لامتنا قلوبنا فإن الله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء أيها الأحباء إن لم تلمنا قلوبنا فلنا سقالة الله ومهما سألنا فإننا نناله منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل ما هو مرضي لديه وهذه هي وصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ويحب بعضنا بعضا على حسب الوصية التي أعطانا ومن حفظ وصاياه فإنه يثبت فيه وهو فيه ونعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطانا رسالة يحنى الرسول الأولى الفصل الرابع أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل اختبروا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبا كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بأن يسوع المسيح قد أتى في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم أنتم من الله أيها الأبناء وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم إنهم من العالم ولذلك فإنما يتكلمون به من العالم والعالم يسمع لهم ومن ليس من الله لا يسمع لنا وبهذا نعرف روح الحق وروح الضلال أيها الأحباء ليحب بعضنا بعضا لأن المحبة من الله وكل من يحب فهو مولود من الله ومن لا يحب فإنه لم يعرف الله لأن الله محبة وبهذا ظهرت محبة الله لنا إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به ففي هذا المحبة لا أننا نحن أحببنا الله بل إنه هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا فيجب علينا نحن أيضا أن نحب بعضنا بعضا الله لم يعاينه أحد قد فإن أحب بعضنا بعضا فإن الله يثبت فينا وتكمل محبته فينا بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا بأنه قد أعطانا من روحه ونحن قد عاينا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم فمن اعترف بأن يسوع هو ابن الله فإن الله يثبت فيه وهو في الله ونحن قد عرفنا المحبة التي لله فينا وقد آمنا بها إن الله محبة فمن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه بهذا تكمل المحبة فينا بأن تكون لنا ثقة في يوم الدين لأنه كما هو هكذا نحن أيضا في هذا العالم إنه لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرد الخوف لأن الخوف له عقاب ومن خاف لا يسير كاملا في المحبة ونحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إن قال أحد إن يحب الله وهو يبغد أخاه فهو كاغب لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يستطيع أن يحب الله الذي لا يراه ولنا منه هذه الوصية إن من يحب الله فليحب أخاه أيضا رسالة يوحن الرسول الأولى على الفصل الخامس كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا بهذا نعرف أننا نحب أبناء الله إذا ما أحببنا الله وعملنا وصاياه فأن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة لأن كل من ولد من الله يغلب العالم والغلبة التي تغلب العالم هي إيماننا من ذا الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله هذا هو الذي أتى بالماء والدم يسوع المسيح لا بالماء فقط بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق فإن الذين يستشهدون في السماء هم سلاسة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء السلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم سلاسة الروح والماء والدم وهؤلاء السلاثة على اتفاق فإذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم فإن هذه هي شهادة الله التي شهد بها لابنه من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه ومن لا يصدق الله فقد جعله كاربا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي شهد بها الله لابنه وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة قد كتبت إليكم بهذا لتعلموا أن لكم الحياة لبدية أنتم المؤمنين باسم ابن الله وهذه هي الثقة التي لنا فيه أننا إن طلبنا شيئا بحسب مشيئته فإنه يسمع لنا وإذا علمنا أنه يسمع لنا فيما نطلبه فقد علمنا أننا ننال ما طلبناه منه إن رأى أحد أخاه يرتكب خطية ليست للموت فليسأل فيعطيه الله الحياة التي يعطيها الذين يرتكبون خطية ليست للموت هناك خطية تؤدي إلى الموت لست أقول أن يصلى لأجل هذه كل اسم خطية إنما هناك خطية لا تؤدي إلى الموت نعلم أن كل مولود من الله لا يغطئ بل الذي ولد من الله يصونه والشرير لا يمسه ونعلم أننا من الله وأن العالم كله قد وضع تحت سلطان الشرير ونعلم أن ابن الله قد أتى وأعطانا بصيرة لنعرف من هو الحق ونحن في الحق وفي ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية أيها الأبناء احفظوا أنفسكم من الأوثان